يَا رَبُّ لَكَ النَّعَمَى ذَلْمَنِّ وَذَشَّانِي إِهْدِ النَّاسَ جَمِيعًا لِلنُّورِ الْرَبَّانِي أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى و مع هذا الحوار الممتع مع الأخت سوزان ريشلين و رحلتها نحو الإسلام إذن أختي سوزان كنت تتحدثين عن إعلانك الرسمي للشهادتين سؤالي هو هل كانت لديك معلومات كافية وشاملة عن الإسلام وهل هذه المعلومات هي التي ساندت قرارك في اعتناق هذا الدين العظيم بالطبع ولم يكن الأمر يتعلق بالعلم فقط فقد استحوذ الأمر برمته على اهتمامي بدأت الصلاة والصوم واستفسرت عن التعاليم والأحكام الخاصة بهما اعتدت أن أسأل عن الهدف من الأشياء منذ صغري أعلم أن هناك ما علينا الالتزام بقيامه دون معرفة الأسباب لكن هذه الطبيعاتي كلمة لماذا ترافقني دائماً إنها تجعل الأمور تبدو منطقية تماماً كما يبدو تاريخ الإسلام والصلاة والصوم والشهادة فجميعها تحمل معاناً عظيمة سبحان الله لذلك كان قراراً راشداً وصائباً أيضاً سبحان الله سبحان الله برغم أنك يأتيت من أوروبا وهي منطقة شهدت صراعاً كبيراً بين العثمانيين بشكل عام الألمانيون ملحدون ولا إداريون وهذا قد يساعدهم فهم يشغلون أنفسهم فقط بالعلم والمنطق ودروب المعرفة والهندسة ربما نحن شعب يسعى إلى إيجاد أجوبة لأسئلة كثيرة وقد وجدت ذلك في الإسلام الحمد لله الحمد لله أكان من سهل عليك الدخول في الإسلام في تلك الأثناء؟ كان سهلاً لأنني كنت في المنطقة العربية لكنه لم يكن كذلك عندما ذهبت إلى أمريكا ومكثت سنة في الكلية كنت أرتدي الحجاب قبل ذلك لكن ارتداءه لم يكن مسموحاً به في الكلية ذهبت إلى السوق وحاولت شراء ملابس بأكمام طويلة بغض النظر عن الطراز حتى أنني ارتديت ملابس الشتاء في الصيف وكان الطلاب يسخرون مني ولم يعني لي الأمر شيئاً أما بالنسبة لوالدي فلم يتقبلها الأمر وخاصة الحجاب لقد كان الأمر صعباً فأبي رفض أن يخرج معي وأنا مرتدي الحجاب وقد قال لي منذ البداية عندما أردت زيارتهم بعد إسلامي إذا كنت ستأتين وأنت مرتدي الحجاب لا تأتي فهمت لذا لم أذهب إلى ألمانيا طيلة سنة ونصف وبعد ذلك دفعتهما الرغبة لرؤية حفيدتهما الأولى لدعوتي قالا حسناً بإمكانك المجيء لكنهما أصرا على موقفهما من الحجاب فلم أخرج برفقة والدي ولم أمشي بالقرب منه كان الأمر صعباً فبالنسبة للصلاة بإمكانك تأديتها بغرفتك بعيداً عن الناس كان الحجاب الأمر الشائك بالنسبة لهما لا يستطيعان إخفاءه عن الجيران اهتمى لكلام الناس ولم يهتمى لما أحمله في عقلي وقلبي تماماً حسناً ما هي القيم والأخلاق الإسلامية التي دفعتك لقرار اعترنق الإسلام؟ في الواقع ليست القيم والسلوك وإنما المنطق لم أحكم على الإسلام من خلال الأفراد صراحة إن اعتمدت على ذلك لن أختار الإسلام لقد دفعني إلى الإسلام المعاني والأهداف التي تمثلها أركان الإسلام كالصلاة والصوم ومن ناحية أخرى نحن نجد مجموعة القيم متشابهة في الأديان السماوية فجميعها تحث على الأخلاق والتسامح والسلام وهي تعمل على جذب المشاعر الإنسانية والمسيحية مليئة بتلك الدعوات بينما الدين الإسلامي هو الوحيد الذي يخاطب العقل للقلب عن طريق الحقائق الحقائق؟ نعم ما شاء الله كيف تصفين شعورك عندما نتقطي بالشهادتين؟ طبعا أول مرة في واقع الأمر قلت حسنا أنا مسلم الآن وهو طريق الحق ماذا يجب علي أن أفعل؟ وماذا علي أن أتعلم؟ لم يراودني ذلك الشعور بالابتهاج كنت في السابعة عشر ولم أحظى بحياة سيئة من قبل كما لم أشعر بذلك المنعطف الحاد في حياتي أي لم تتغير طريقتي في التعامل مع الناس ففي المسيحية أيضا عليك أن تكون رحيما ومتسامحا وصبورا وما إلى ذلك لكن الشهادة بالنسبة لي تعد لحظة الحقيقة وطريق الحق الذي أبحث عنه قررت اعتناق الإسلام منذ كنت صغيرة متى أطلعت عائلتك على إسلامك؟ بعد سنة ونصف إذن أخفيتي عنهم حقيقة إيمانك أنت تعلم أنني كنت بعيدة عنهم مكثت في بلد آخر وكان علي إخبارهم بالأمر قبل زيارتي لهم للمرة الأولى فهمت وهذا يسر الأمر بالنسبة لك نوعا ما جعل الأمر سهلا قلت إن ردة فعلهم كانت سلبية وما زالت أمي ليست متحمسة للحجاب وهذا ما يقلقها بالفعل حسنا أخبرتني سابقا أن لديك معتقدات وأفكار خاصة بالحجاب نعم صحيح أحب كل ما يتقبله العقل فالسؤال الذي يتكرر من غير المسلمين للمرأة المسلمة لماذا ترتدين الحجاب؟ يتكلمون عن المساواة بين الرجل والمرأة والمجتمع الحديث ثم يسألون أهو بسبب غيرة الزوج؟ فكرت بالأسباب مطولا أين يكمن الخير في ارتداء الحجاب؟ وكانت النتيجة كالتالي لا أرتدي الحجاب بسبب غيرة زوجي أو لحماية والدي أو اقتداءا بصورة الجميلة التي يحاول البعض رسمها فيشبهون المرأة باللؤلؤة بل بالنسبة لي هو لخيري وصالح المجتمع فارتداء الحجاب يجعل المجتمع مثالي والإسلام يعطيك الدعائم لتحظى بمثل هذا المجتمع وإن لم يتبع الجميع هذا النهج علي الالتزام بمهمتي كفردا فيه فإذا نظرنا إلى المجتمعات المثالية عبر العصور نرى الاحتشام صفة سائدة فيه لم يرتدوا الحجاب وإنما كانوا محتشنين نحن نريد أن نتخلص من الضغط الذي تتعرض له النساء فأنا أرتدي الحجاب حتى أرفع عن أختي أيضا هذا الضغط يشهد المجتمع مظاهر العرض في كل مكان وبرغم الجهود التي تبذلها المرأة لتحسين مظهرها والاعتناء بفيابها تجد الرجل متطلبا لأن الأمر سيكون متاحا في الخارج وهذا يضع المرأة تحت ضغط بذل مزيدا من الجهود كالتجميل وعمليات الجراحة والعمليات التجميلية نعم تجميل الوجه والعمليات التجميلية ويتمثل الضغط بأنه يرى كل تلك الجهود خارج المنزل وهذا إصراف بالأمر إذن نعد عبءا كبيرا عبءا على النساء فأنا سأحمل نفسي عبان أيضا من خلال الاهتمام بالمظهري في الخارج عوضا عن القيام به داخل بيتي نعم هذا منطقي وأضيف على ذلك أنني أرتدي الحجاب لصالح إخوتنا من خلال دراسات نفسية والتي أعدت في الغرب على امتداد القرون الماضية تبين أن الرجل مخلوق بصري فهل تعتقد أنه من المنطق أن تعرض المرأة جسدها ثم تمنع الرجال من الاقتراب لها وهناك مثال آخر أن تعرض قطعة طعام على قطة ثم تمنعها عنها سيقولون لك هذا حرام ولا يجدر بك فعل هذا إن لم تنوي إطعامها صحيح فهذا حرام لا يجوز ذلك صحيح فكيف تطبق هذا مع إخوتك في الإسلام نعم ولهذا أرى أن الحجاب يحمل معاني كثيرة ومعاني سامية بالطبع وهو لصالح مجتمعنا للرجال والنساء ارتداؤه كان صعبا في البداية خاصة في فصل الصيف لكنني أرى أن هدفه أسمى من ذلك وأعتقد أنه برغم هذا هم في الواقع يقومون بتجسيد المرأة في الإعلانات والاتجارة أيضاً إذا كنت تبحث عن إعلان لسيارة أنت تجد إعلاناً وفيه صورة لمرأة وهذا مؤسف لأنهم يعرفون التحليل النفسي للعقل الذكري وهي دراسات غربية وليست إسلامية في الواقع ولأنهم أثبتوا ذلك خطوا بدراسة هذه الأمور ووجدت حل المشكلات في الإسلام نعم حمد لله أعتقد أن المرأة عليها أن تبذل مزيداً من الجهد لمواجهة استخدامها تجارياً أو في الإعلانات نعم هم يفعلون ذلك لا يأبهوا لعقل المرأة ولا ينظرون لداخلها وفكرها أو على أنها جزء مكمل للمجتمع يهتمون لشكلها فقط وقد يصل هذا إلى درجة أكبر في الماضي شهدت أعلاناً تطلب فيه أحدى الشركات موظفة وبالتحديد تطلب مواصفات خاصة نعم وعليها أن تكون هذه الفتاة نعم مواصفات خاصة وهذا لا يمت للعمل بصلة بتأكيد توظيف لأهداف تجارية ليس أكثر على المجتمع أن يبحث عن الموظفة المحتشمة التي تحمل مؤهلات العمل نعم ما زال هناك الكثير لنتحدث عنه فيما يخص رحلتك نحو الإسلام ما هي أول عبادة أديتها عند إسلامك أديت الصلاة الصلاة نمت حينئذاً على دين الإسلام وأديت صلاة الفجر سبحان الله لم أعرف كيف أصلي كنت أقوم وأجلس لكنني دعوت الله بكلمات من قلبي أي أنك نجيت له نعم نجيته عرفت كيفية الصلاة لاحقاً لم تعرف كيفيتها في البداية إذن لا لم أعرف كيف أصلي في البداية حسناً إذن اجتهت نعم اجتهت سبحان الله يعد انتقالك إلى الإسلام حادثاً مهماً بالتأكيد في حياتك أخبرني كيف كان شعورك وأنت تصلينا لأول مرة هل هناك شعور بالخوف أم بالثقة أم ماذا بالضبط؟ في الحقيقة لم أكن أصلي لإله جديد ذكرت لك سابقاً أنني في التاسع عام عمري كنت أصلي لإله لا أعرف عنه قبل أن أصبح مسيحية ثم فقدت هذه الصلاة بين سن الثالثة عشر والسبع عشر حيث كنت ناشطة مسيحية ثم بدأت أصلي للمسيح وما حدث هو أنني وجدته مرة أخرى فكانت هذه الحادثة استكمالاً لما بدأته وأنا صغيرة فبدت أتكلم مع الوجود الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى حسناً ينظر البعض إلى الصلاة على أنها عبء ثقيل خمس مرات يومياً ما رأيك بهذا التصرف؟ يعتمد الأمر على طريقة التفكير إن لم تشأ أن ترفع كوب ماء لتشربه لا يمكنك شربه بينما إذا أردت ذلك وشكرت الله ستقوم به وترى الأمر سهلاً إذا اعتبرت الأمر عبءاً سيكون كذلك سبحان الله لما لا ننظر إلى الصلاة على أنها وقت استراحة في يوم حافل ثم أنها لا تستغرق سوى دقائق معدودة كما ذكرنا سابقاً الإخلاص والنية الصادقة كفلان بعون الله في المهمات الصعبة نعم ما شاء الله أعزاء المشاهدين بهذا نصل إلى ختام حلقتنا مع الأخت سوزان ريشلين من ألمانيا كونوا معنا في حلقة قادمة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء المشاهدين من أمانيا اشتركوا في القناة